عزيزات المتتبعات بس الخير عليكم اليوم شاف روزي الطبخو الحلويات اليوم جبت لكم طاجين المحشي يجي بنين ما شاء الله يعني عرضات تديره العائلة تديرهم مناسبات كيما كتشوفي هنا ايا درت هنا الطرف تاع الحم كيما كتشوفي هنا ايا لازم تقليهم ليه انا الطبق انتاعي هذا باش يجي بنين لازم الحم يعني تقليه كيما كتشوفي هنا ايا من بعد اللي حمار اللي قاعدة كل الحم ازلت علي حبة عبصل صغيرة كنتم اشيتها مع السنة تعثوم هاي مانا كيما كتشوفي هنا ايا ونقعد نقليه بالسياسة على النار يعني تكون قليلة باسكو علي الحم انتاعي راه تسعين في المية طايب هنا يلي زي بيز درت سكن شبير شوي تحكركم قرصة تاع كمون ودرت الملح وفلفل اسود كيما كيتشوفي هنا ايا نقعد نقلي يعني دائما بدش نجح لك الطياب انتاعك ويجي بنين لازم لازم عليك تقلي على النار تكون قليلة ولمتوسطة يعني ما تديريش النار مجهده يعني طيب غياله يالله ومبعد للبنة يجي كيوالو هنا ايا درت شوية الحمص كنت شمخاتها ديجا وديريتها في الكونجيلاتير كيما تعرفونا دايما يعني متتبعاتي يعرفوا بالحمص أنا نشمخه في الماء وناليفين بعد نشله الصباح ونديره في المجمد ومن بعدها المرق بالمحامي دائما المرقي بالمحامي وما تقويش الماء بسكو الماء في هذا الطاجين يعني الحمده جارها طيب تسعين في المياه والخضرات ما تشتش طياب كيما كنت شوفين بعد جبت القرجات التاعي والبطاطا شوفي قال ما عندك شاذيك اللي تحفر للخضرات هاي ونسع مني مغرف المغرف تكون يعني شوية كلي مسننة يعني كده كنت شوفيها كنو ما نوري لكم مغرف الصغيرة هذيك وخدمي بها عادي يعني ماشي شرط تكون عندك ذيك اللي يحفروا بها الخضرات ما شوفي باتي نوريك يعني خصوصا المبتدية تقولك بالك ما عنديش ولا شوفي المغرف نبلولة بدي بالجهة المسننة تاع المغرف ومن بعد خدمي بالعادية هذي كيما كتشوفي ابدي تحفري هاذا الخضرات متقيسيها باسكو رح ندرها في الحشو انا ما ندير لا روز لوالو فيه باش يجين ابنين ما نباش ندير فيها الروز حاجة تقوي فيها الروز اجي صانطة كيما كتشوفي جبت شوية تاع فيون داشي ماشي بزيف يعني غي حوالي خمسين قرام هكا تاع فيون داشي ماشي بزيف كم شبرك كيما كتشوفي زيت عليها هذيك البطاطا وهذيك القورجة تعودت اشيتهم فوتهم في الاشوار ماشي يساعدوني درت شوية تاع الملح ما تخافيش هذك المي زيدي يطري اللي تاع الخضراء هذك يزيدي يطري الحمن تاعنا ديري شوية فلفل اسود ديري قرصة تاع كمون كما كتشوفي هنا اياه درت الملح قرصة كمون وفلفل اسود هذا شوية تاع سكنجبير هذا ما درت ها قد قد يتاعجني فيه ما تخافيش من ذاك المتاع الخضراء بس يقول لك هو اللي يطري اللي الحمن تاعنا انا ما ندير فيه لا بيض لاوالو هنا يلا شابلين لاوالو مباشرة يعني نخدم به بس ينعرف بلي المتاع الخضراء هو اللي رح يطرينا الحم يعني تقدر يديري بالجاج ثاني ثاني يجيبنين يعني اللي سنصير طريقة الطهي ماشي شرط الحم يعني الطريقة اللي طيبة بها هي الاساسية ماشي الحم كيني ما كتشوفي هنا اياه نعمر هم قا ها هم هنا من بعدها رحنا لجيهة الحم رمضيها في الفارينة باش ميخرج لكش الحشب كنت بيتقليدي هذا مكان يعني غطصي الجيهة هادي في الفارينة بتاع الحم وقليه عادي كما كتشوفي هنا اياه شوية هاك احمره او من بعدها رجعيه في الطاجين تكون ديجال المرقان تاع خاضره كما كتشوفي جيبنين جيبريزون طابل يعني مجمر ما شاء الله معدي ما يقول واتمنى الدعموني بليجام وتشاركوا في القناة وإلى المتاق اشتركوا في القناة